بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبات سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المعادلات الصماء لسنة الثانية الثانوي أنصح به شعبة العلم التجربية والتقن الرياضي والرياضي حيث قال حل في R وهي مجموعة العداد الحقيقة المعادلات التالية عندنا جذر X مربع زايد 2 يسعينا 3 وجذر 2X ناقص 9 يسعينا جذر X ناقص 4 وثالثاً لهو جذر 3X مربع ناقص 20X زايد 16 تسعينا X ناقص 4 إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق في المثال الأول وهو جذر X مربع زايد 2 يسعينا 3 إذن أولاً أبناء اللي حل هذه المتراجهات سمى أول شيء علينا أن نعين مجموعة تعريف هذه العبارات أو هذه المعادلة إذن نقول المعادلة واحد تكون معرفة إذا كان ما بداخل الجذر اللي هو X مربع زايد 2 أكبر أو يسعي صفر معناه من شروط الجذر أن يكون ما بداخله أكبر أو يسعينا صفر لكن هذه لو نلاحظ جيداً أبنائي مهما كان X مهما أي X نضعه هنا ونربعه يصبح موجب ونضيفه له 2 يصبح لنا موجب إذن تصبح لنا مجموعة تعريف هذه العبارات كم هي R أي معرفة على R لماذا أبنائي لأن نضعه أي عدد هنا وربعه يصبح موجب ونضيفه له 2 يصبح لنا موجب الآن نقول نربع الطرفين فللمعادلة واحد فنجد فماذا نجد؟ تعالوا الآن نربعوا هذا كل واحدة على حدة معناه نربعها هكذا نركزوا جذر X مربع زايد 2 هذا نربعه يصبح يسعينا كم؟ يصبح يسعينا ثلاثة مربع فيذهب بالجذر فتصبح لنا X مربع زايد 2 يسعينا كم؟ يسعينا 9 ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X مربع يسعينا 9 ناقص 2 وهي 7 ومنه ماذا ينتج أبنائي؟ ومنه يصبح X يسعينا جذر 7 أو X يسعينا ناقص جذر 7 الآن هذه جذر 7 وناقص جذر 7 تنتمي إلى R يعني تنتمي إلى مجموعة التعريف يجب أن تكون تنتمي لأن فيه مرات نجد حلان لكن نرفض واحد لأنه لا ينتمي إلى مجموعة التعريف العبرة إذن فنقول S يصبح يسعينا ناقص جذر 7 وماذا هو جذر 7 فقط أبنائي هذا فيما يخص المثال الأول بعدما أنهينا مع المثال الأول نتطرق الآن إلى المثال الثاني حيث قال جذر 2X ناقص 9 يسعينا جذر X ناقص 4 أولا نأتي الآن إلى مجموعة التعريف نقول المعادلة 1 تكون عفوا المعادلة 2 أعتذر المعادلة هنا لسه 1 إنما 2 تكون معرفة إذا كان إذا كان ماذا أبنائي هنا يوجد لنا جذران إذا كان هذا الذي بداخل الجذر يكون مجب يعني 2X ناقص 9 يكون مجب وهذا الذي يكون داخل الجذر الثاني لهو X ناقص 4 يكون كذلك مجب ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا 2X أكبر أو يسعينا 9 ومنه X يصبح أكبر أو يسعينا 9 على 2 نأتي كذلك هذا ننقله إلى هنا فماذا ينتج ينتج أنه X يصبح أكبر أو يسعينا 4 وكلمة و وكلمة و في الرياضية تعني التقاطع لو نأتي الآن ونرسم هكذا هذا المحور الخطي قلنا إذا قلنا هذا هنا مثلا هنا السفرة ها هو السفرة وها هو مثلا واحد وها هو اثنان وها هو ثلاثة وها هو أربعة وخمسة وهكذا ها هي الأربعة لاحظوا جيدا أول المجال الأول ها هو X أكبر أو يسعينا 9 على 2 9 على 2 اللي هي أربعة ونصف معناه يكون أربعة ونصف في هذا المكان وهكذا كما أشير هنا باللون الأزرق هذا المجال الأول المجال الثاني ما هو قال ها هو المجال الثاني اللي هو X أكبر من أربعة نأتي الآن إلى الأربعة كذلك وها هو الآن أين يوجد تقاطع الألوان تقاطع الألوان من هذا المكان إلى زائد ما لا نهاية فيصبح لنا X ينتمي من 9 على 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية إذن هذه هي مجموعة التعريف هذه معادلة بعدما عيننا مجموعة التعريف الآن يمكننا أن نقوم بعملية الحساب نقول نربع الطرفين للمعادلة التي اسمها 2 فنجد تعالوا نربع لما نربع هذا الجزء يذهب بالجذر وهذا الجزء يذهب بالجذر فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 2X ناقص 9 يساوي X ناقص 4 إذاً قلت لماذا؟ لأنه يذهب من هنا الجذر ومن هنا الجذر فماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا ينقل إلى هنا تصبح لنا 2X ناقص X تساوينا هذا ننقله إلى هنا لما ننقله كيف يصبح 9 ناقص ناقص 4 تساوي لنا 5 الآن هذه 5 التي وجدناها هل تنتمي إلى هذا المجال؟ نعم إنها تنتمي لو وجدنا أن لا تنتمي نقول لو وجد حلول إذن بما أنها تنتمي إذن X يساوي لنا 5 لأن هذه القيمة 9 على 2 هي 4 ونصف فإنها تنتمي فنقول هكذا نقول S يساوي لنا القيمة التي وجدناها إنها القيمة 5 فقط أبنائي بعدما أنهينا مع المثال الثاني نأتي الآن إلى المثال الثالث وهو جذر 3X مربع مربع ناقص 20 X زائد 16 يساوي لنا X ناقص 4 كذلك نأتي الآن إلى حل هذه المعادلة أولا نقول تكون المعادلة 3 معرفة إذا كان إذا كان ما بدخل الجذر وهو 3X مربع ناقص 20 X زائد 16 أكبر أو يساوي الصفر هذا هو القائد لكن لتعين مجموعة أو هذه رحول لهذه المترجحة لاحظوا هذا الجزء اللي هو يجب أن يكون أكبر من الصفر هنا ندرس نقول أولا ندرس إشارة هذه العبرة التي هي 3X مربع ناقص 20 X زائد 16 ما معنى معنى نعين مجموعة تعريف هذا الجذر أولا ركزوا جيد معنى ما هي القيم التي تتركه مجم هنا علينا بحساب المميز دالتا يساوي ب مربع ناقص 4 في A في C ال B هو العدد المضروب في X تصبح لنا 20 مربع لهو 400 ناقص 4 في A 3 في C لهي 16 تصبح لنا بعد الحساب معناه تصبح كذا 400 ناقص 192 90 تصبح لنا دالتا يساوي 208 قيمة مجابة فتصبح لنا للعبارة جذران لاحظوا X 1 يساوي ناقص B ناقص جذر دالتا على 2 الآن نعين في مجموعة التعريف هذا الجذر أولا ثم نكمل الحساب بعدها نكمل ثم عندنا كذلك سوف نتحدث لا تتعجل تصبح لنا ناقص 20 مع ناقص هذا تصبح لنا 20 20 ناقص جذر دالتا على ماذا على 2 على 6 هذا يعني بالتقريب يعني حتى تعرفوه بالتقريب هو 0.92 حتى نعلم أنه موجب X 2 يساوي ناقص B زائد جذر دالتا على 2 يصبح يساوي ماذا 20 زائد 20 وثمانية تحت الجذر على 2 أمعنا على 6 هذا يعني بالتقريب قلت بالتقريب يعطينا 5.73 الآن ماذا نأتي نأتي لنعين إشارة هذه العبرة لنستخرج مجموعة تعريف هذا الجذر وإلا ممكن أنه لا يوجد له أصلا قيم تتركه موجب إذن فتصبح هذه معدلة أصلا غير طبيعية أصلا حتى نفهم الفكرة جيدا إذن دائما لحل معدلات هذه صمة أول شيء أنصحكم بمجموعة التالية إذن X عندنا ماذا عندنا يا أبنائي وهي 3X مربع ناقص 20X زائد 16 عندنا أين إذن عندنا هنا ناقص ما لا نهاية وعندنا هنا زائد ما لا نهاية عندنا X واحد وعندنا X اثنان إنها معدلة أو عبارة من الدرجة الثانية هنا نفس خارج مجال الجذر وبالداخل عكس نفس ماذا وإذن نفس الثلاثة إشارة الثلاثة وعكس إشارة الثلاثة الآن نحن قلنا أن الجذر على ماذا يبحث الجذر يبحث على القيم مجابة فتكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لكن ننتبه مجموعة التعريف حتى الآن لم نعطيها كليا لماذا قلنا يجب أن يكون هذا هذا الذي بداخل الجذر كيف يكون يكون قيمة مجابة إذا كان قيمة مجابة فكل قيم تحت الجذر تخرج بالقيمة المجاب فهذا عليه أن يكون ماذا كذلك مجاب لماذا لأن يمكن أن يكون هذا مجاب نعم وهذا سلب هل من المعقول أن المجاب يسوي سلب إذن والشرط الآخر يجب أن يكون إكس زائد أربعة عفوا إكس ناقص أربعة يجب أن يكون أكبر أو يسوي سلب هذه شرط ثانية وهذا الجذر كيف يكون مجب حتى يكون هذا الجذر مجب هل من المعقول أن يكون من هنا مجب ومن هنا سالب لهذا الشرط أن يكون هذا الجذر مجب وهذا الجذر مجب الآن إذا جئنا إلى الجذر الأول قeauنا أنه معرف من ناقص ملا نهاية إلى إكس واحد ومن اكس اثنان إلى زائد ملا نهاية لاحظو إذا جئنا إلى إتحاد من ماذا؟ من X2 إلى غاية الزائد مالا نهاية الآن نأتي إلى هذا ننقله إلى هنا فيصبح لنا X أكبر أو يساعدنا 4 فيصبح لنا المجال G ما هو المجال G؟ ركزوا جيدا إذا سميناه المجال G يصبح يساعدنا ماذا؟ يصبح يساعدنا من 4 إلى غاية زائد مالا نهاية الآن أبنائي ما هو التقاطع؟ نحن قلنا و كلمة و يعني مجموعة تعريف هذا الجزء وهذا الجزء يجب أن يكون مجب الآن لو نأتي إلى تقاطع المجالات فماذا نجد؟ انتبهوا معي لو جئنا وقمنا برسم هذا المحور دقيق وأرجوكم ها هو المحور بعدما رسمنا هذا المحور نأتي الآن إلى X1 و X2 إذا قلنا ها هو X1 اللي هو كم؟ صف الفاصل 290 بالتقريب هذا هو X1 و X2 قلنا هو 5.73 5.73 إذا قلنا هنا هنا مثلا أربعة وهنا مثلا 5.73 بالتقريب فقلنا مجموعة تعريف الأول ما أين؟ من هذا الجزء الأخضر وهذا الجزء الأخضر هذا هو مجموعة التعريف الأولى الثاني ما أين يكون؟ الثاني يكون قلنا من ماذا؟ من الأربعة إلى غاية زائد ما لنهاي أين هي تقاطع المجالات؟ تقاطع المجالات أكيد سوف يكون من هذا المكان ها هو تقاطع المجالات الأخضر مع الأزرق إذن فيصبح لنا D يعني مجموعة التعريف لهذه المعادلة من ماذا؟ من X2 إلى غاية زائد ما لنهاي لأننا قلنا كلمة تقاطع ننتبه جيدا إذن لاحظتم أبنائي أول شيء نعين مجموعة التعريف هذا الجزء الذي في الجذر ثم كذلك هذا نقول عليه أن يكون مجب حتى أن يبقى القيم الجذر مجب إذن هذا مجب ثم ماذا فعلت؟ استخرجت مجموعة التعريف هذا الجذر وجدناها من ناقص ما لنهاي إلى X1 ومن X2 إلى زائد ما لنهاي ثم المجال الثاني الذي سميته G لهو من 4 إلى زائد ما لنهاي ثم أعطيت بينهم التقاطع فأصبح من 5.73 بالتقريب لهو X2 إلى غاية زائد ما لنهاي ثم بعدها نأتي إلى تربيع الطرفين لأنها أصبحت القيم الآن مقبولة أو قيم موجبة نأتي الآن إلى التربيع الطرفين نقول هكذا نربع الطرفين نربع الطرفين فنجد لاحظوا وعلينا القيم يجب أن تكون تنتمي إلى هذا الدلي وهو مجموعة التعريف هذا إذن لما نربع الطرفين فهذا ما يصبح لما نربع هذا الجذر ماذا يحدث له؟ يذهب إذن تصبح لنا ثلاثة X مربع ناقص عشرون X زائد ستة عشر يساوينا X ناقص أربعة الكل مربع التي هي متطابقة الشهاية رقمه إثنين يساوينا مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني إذن أولا هذا ذهب مع هذا لو نقلنا هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا ثلاثة X مربع ركزوا ناقص عشرون X ناقص X مربع زائد ثمانية X لاحظوا وقلنا هذا ذهب مع هذا يبقى لنا الصفر يساوي السفر لأن الكل ذهب تبقى لنا أنه هذا مع هذا يصبح لنا إثنان لاحظوا قلت يصبح لنا إثنان X مربع وهذا مع هذا يصبح لنا كم يصبح لنا ناقص إثنى عشرة X يساوي السفر يمكن أن نستخرج 2X المشترق 2X X ناقص كم ناقص ناقص Gram X ر attraction X 0 0 أول إكس ناقص ستة يساوي سفر هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إكس يساوينا سفر على إثنان أي إكس يساوي سفر وننقل هذا إلى هنا سبحانا كم إكس يساوينا كم ستة الآن أيهم يحقق؟ هذا السفر هل ينتمي إلى هذا المجال؟ من هو المجال يقول هذا؟ المجال هو خمسة فاصل ثلاثة وسبعون إلى غاية زائد هل ينتمي إليه؟ لا إذن ماذا نقول؟ نقول هكذا صفر لا ينتمي إلى المجال من ماذا؟ من إكس إثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية يعني مرفوض إذن ماذا يصبح لنا الحل؟ يصبح ستة هو الذي ينتمي إلى المجال إكس إثنان إلى غاية زائد ما لا لأن الإكس إثنان ينطلق من خمسة فاصل ثلاثة وسبعون ونحن عندنا وجدنا الستة إذن الستة له الحق أن يكون له بهذا المكان نصيب إذن ومنه نقول أس يساوي لنا ستة فقط أبنائي إذن أول شيء لحل معدلة الصماء عليكم بتعيين مجموعة التعريف وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته